موسيقى 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 أو عبيد بن كليويت بن عبود الدرعي يقدم هوائل خامسا من تسللت في هذه اللحظات سمحة أحمد بن محمد بن رامس اليحافي يقدم انطلاقتي سمحة سادسا وصلت فيه سلطانة ياسر بن سعيد بن مبارك الوهيبي يقدم سلطانة مع المستوى السادس والمركز السابع هنا التواجد والاندفاع من اللي واصله اللي مندفع المسك محسن بن حمد بن محسن الفلاحي يقدم انطلاقة المسك المركز الثامن وصول أيضا من شواهين عبدالله بن سعيد بن سلطان الاغفالي وفي تاسع المراكز اللي تقدمت في هذه اللحظات العابرة انبارك بن محمد بن طميس الحرسوسي يقدم انطلاقة العابرة عاشر المراكز هنا اللي قادمة بشعار أيضا هذه اللي قادمة اللي متحدية هيب عبدالله بن حمد بن علي الدرعي يقدم انطلاقة الهيب هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام ولا زالت المسيرة مستمرة ورحلة البحث عن السيارة مستمرة على أرضي هذا الميدان والسويتش يلمع في المنصة الرئيسية وهنا حوار ثنائي ما بين المركزين الأول والثاني ما بين مسيرة راشد بن سالب بن علي الغيلاني ما بين كرم سعود بن نغماش سعود بن حمود بن نغماش الينيبي الضيفة من دولة الامارات التي تشارك على أرضية هذا الميدان يا سلام يا سلام يا سلام هناك أيضا المستوى الثالث يحمل لنا تحديات هو انطلاقة سمحة احمد بن محمد بن رامس اليحافي بدأ يندفع عن طريق سمحة بدأ يبدل ما بين المواقع بدأ يصحب بساط المركز الأول هو ينطلق نحو صدارة هذا الشوط وصل أيضا في هذه اللحظات مالك شواهين عبد الله بن سعيد بن سلطان الاغفل من يقدم شواهين هو القدوم الممتاز من العابر أنبارك بن محمد الحرسوسي يقدم انطلاقة العابر وصلوا أبناء محافظة الوسطى وأبناء ميدان هيمة ليشاركون في هذا الشوط في هذا الشوط الممتاز الذي يحمل إشارة ممتاز نظرا للأسماء التي تشارك في هذا الشوط لنعود مع الصدارة ومع مقدمة الشوط حيث تواجد سمحة احمد بن محمد بن رامس اليحافي يقدم سمحة بلا ريحية هنا مع مقدمة هذا الشوط يتقدم الأسماء المشاركة أيضا يعلن التحدي على أرضية هذا الميدان ثاني المراكز تقدمت العابر أنبارك بن محمد الحرسوسي من يقدم العابر هو شواهين قادمة مع المستوى الثالث تتقدم بشعارك يا لغفلي يا من تقدمها عبد الله بن سعيد بن سلطان لغفلي الكيلومتر الأخير بان السويك بان مدرق الناموس مدرق الفوز مدرق الانتصارات شوف الأسماء التي بدأت تهاجم صدارة هذا الشوط هجوم مكثف على الصدارة من عقل الفوز بالسيارة الغالية المرصودة في المنصة الرئيسية تحركت تحركت العابر تحرك مالك العابر أنبارك بن محمد الحرسوسي هو يتقدم أيضا مالك كرام سعود بن حمود بن غماشة لينيبي هو اللي يقادم لغفلي اللي يقادم هيب عبد الله بن حمد بن علي الدرعي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أبناء الإمارات أبناء السلطنة أبناء الإمارات بدوا يتحركون بدوا ينطلقون مع الأمتار الأخير الهيب عبد الله بن حمد بن علي الدرعي هنا منطقة الأعلام منطقة أعلام دول مجلس التعاون ترحب بهذا القدوم ترحب بهذا الحضور المسائي على أرضية هذا الميدان حضور هب معلنة الفوز مرسلة السلامات لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق تهانينا والناموس لك يا مالك الهب عبد الله بن حمد بن علي الدرعي وأسعد الله صباحك أو مساك بمناسبة هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وصلت في ذاني المراكز الشاهنية سعود بن سالب بن سعيد المنعي أيضا من فاقاتنا في الأمتار الأخير المركز الثالث المركز الثالث وصلت فيه حملة الرقم 13 هناك غار حمود بن سلطان بن سعيد المركز الرابع المركز الرابع كانت شوهين عبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي نعود بالتهنية والناموس مرة أخرى لمالك الهب بطلة هذا الشوط عبد الله بن حمد بن علي الدرعي التي استطاعت أن تهدي السلامات والسيارة لاند كروزر بكابلا ابناء دولة الإمارات معلنة فوزها بالمركز الأول هنا خط النهاية ولحظة الوصول وتوقيتها الزمن السبع دقائق ثلاثين ثانية ثمانية وتسعين جزء من الثانية تهانين لك يا مالك الهيبة عبد الله بن حمد بن علي الدرعي بمناسبة هذا الفوز والانتصار بينما تاني المراكز ومن حضرت في الأمتار الأخير الشاهنية سعود بن سالب بن سعيد المنعي مهدية الفوز في وصافة هذا الشوط لأبناء ميدان الشويعي بولاية السويق خطعت المسافة في زمن وقدر سبع دقائق نين وثلاثين ثانية ستة أجزاء من الثانية تهانين والنامو ستة أجزاء من المنعي وصافة هذا الشوط بينما ثالث المراكز ومن حلت على ثالث المراكز اللي هي العابرة العابرة مهدية الفوز لأبناء أيضا المركز الثالث لأبناء محافظة الوسطى ومالك هنبارك من محمد الحرسوسي وتوقيتها الزمن سبع دقائق اثنين وثلاثين ثانية أربعة وخمسين